السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة هاند ميد وزلاف النهاردة هنتعلم غرزة مهمة جدا في أساسيات التريكون وهي الغرزة المقلوبة الأدوات اللي معي النهاردة خيط هم علاية إفريدي بيت والإبرة اللي هستخدمها معاه إبرة رقم سبعة يلا بينا عشان نشوف إيه الطريقة للغرزة أول حاجة أنا عملت كذا سطر بس عشان الشكل يكون واضح ليكم في البداية هو هو نفس شكل الغرزة العيدلة بالزبط ولكن طبعا الطريقة بتختلف فلو أنت هتشتغل مثلا كفية بالغرزة العيدلة بس أو بالغرزة المقلوبة بس أنت بتصوف إيه الغرزة يعني الأريح ليكي والأفسط ليكي في طريقة الشغل وبتشتغليها هم اللي اتنين سهلين جدا أول حاجة في الغرزة المقلوبة الإبرة اليمين بتكون عكس اتجاه الإبرة الشمال مش نفس الاتجاه زي الغرزة العيدلة كنا مندخل بالشكل ده لا الإبرة اليمين بتكون عكس اتجاه الإبرة الشمال ولازم الخيط يكون قدام الشغل مش ورا الشغل الخيط معانا بيكون قدام أول حاجة هعملها إيه هدخل الإبرة اليمين في أول غرزة من فوق بالشكل ده كايفين معايا أنا دخلت ازاي؟ وهمسك الخيط وحلفه على الإبرة اليمين وحخرج الخيط اللي اشتغلته مكان ما دخلت وهخرج الغرزة اللي على الإبرة الشمال هنكرر تاني لحد ما تثبت معاكم أول حاجة بدخل الإبرة اليمين عكس اتجاه الإبرة الشمال في الغرزة بالشكل ده وبالف الخيط اللي في إيدي اليمين على الإبرة اليمين وبخرج الخيط اللي لفيته من الغرزة اللي على الشمال وبخرج الغرزة اللي أنا اشتغلت فيه نكرر تاني مع بعض هدخل الإبرة اليمين عكس اتجاه الإبرة الشمال في الغرزة بالشكل ده وهلف الخيط في إيدي اليمين على الإبرة اليمين وهخرج الخط اللي لفيته من على الغرزة اللي على الابرة الشمال وهخرج الغرزة الشمال. الموضوع سهل جدا محتاج بس التكرار. ما تحسيش ان الموضوع صعب انا بس عشان شغالها على ترابيزة انا لو شغالها على رجلي الموضوع يبقى سهل من كده بكتير. بس عشان حضراتكم تشوفوا. الابرة اليمين عكس الاتجاه. بدخلها من فوق. بلف الخيط على الابرة اليمين. وبخرج الخط اللي لفيته من الغرزة اللي على الشمال وبخرج الغرزة. بدخل الابرة اليمين. بلف الخيط اللي في ايدي اليمين. وبخرج الخيط اللي لفيته من الغرزة اللي على الشمال. خرجت خلاص الخيط. بخرج الغرزة من على الشمال. والخيط لازم دايما يكون معايا قدام الشغل ما يبقاش ورا الشغل. لأ الخيط دايما بيبقى قدام الشغل. بدخل الابرة اليمين عكس اتجاه الابرة الشمال. بلف الخيط على الابرة اليمين. وبخرج الخيط من الغرزة اللي انا دخلت فيها. وبخرج ايه? الغرزة اللي على الابرة الشمال اللي انا اشتغلتها. وبشتغل بنفس الشكل. لحد دماء السطر. هي اخلاص معي. غرزة سهلة جدا محتاجة بس التكرار والتدريب عليها. وهي نفس شكل الغرزة العدلة بالزبط. هنعمل السطر كمان عشان الموضوع يبقى سهل مع حضراتكم. الابرة اليمين عكس اتجاه الابرة الشمال. وبدخل بالشكل ده من فوق الغرزة. بلف الخيط اللي في ايدي اليمين على الابرة اليمين. وبخرج الخيط من الغرزة اللي انا دخلت فيها. وبخرج الغرزة من على الابرة الشمال. بلف الخيط على الابرة اليمين. وبخرج الخيط من الغرزة اللي انا اشتغلتها. وبخرج الغرزة. بلف الخيط على الابرة اليمين. بخرج الخيط مكان ما دخلت. وبشير الابرة اللي انا اشتغلت فيها من على الابرة الشمال. بلف الخيط على الابرة اليمين. وبخرج الخيط من الغرزة اللي انا اشتغلتها وبخرج الغرزة من على الابرة الشمال. بدخل الابرة اليمين عكس اتجاه الابرة الشمال في الغرزة من فوق. وبلف الخيط على الابرة اليمين وبخرج الخيط اللي انا لفيته وبخرج الغرزة اللي انا اشتغلتها. ابتدى شكل الغرزة يبان. نفس شكل الغرزة العيدلة بالزبط. اشتغل اخر سطر مع حضراتكم عشان تشوفوا الشكل يبان اكتر. اشتغل انا اشتغل انا اشتغل انا اشتغل امت عشان تشوفوا الشمل وبكده الشكل ابتدى يبان قدام حضراتكم شكل الغرزة المقلوبة هو هو بالضبط نفس شكل الغرزة العدلة ولكن الطريقة بتختلف هنا الإبرة بتكون عكس الاتجاه والفتلة بتكون قدام الشغل وانتي بتشتغل وحوريكم برضو نموذج لحاجة انا اشتغلتها بالغرزة المقلوبة دي كوفية او شيل انا لسه مشغالة فيه بالغرزة المقلوبة نفس شكل الغرزة العدلة بالضبط بتمط معاك وشكلها جميل ازاي واسسيات التريكو اهم حاجة تكون يعرفها الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة دول اهم حاجتين في الشغل بتمنى انتو بكونوا استفدتوا من درس النهاردة واحب اشوف تعليقاتكم تحت الفيديو ويا رب تكون طريقة شرحي بسيطة وبتوصل بطريقة سهلة ولو فيه اي ملاحظات اتمنى انتو تبعتوها لي وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس بشكركم جدا اشتركوا في القناة